منذ سقوط نظام معمر القذافي بلغ حجم الأموال الليبية المجمدة في المصارف التركية حوالي أربعة مليارات دولار رئيس لجنة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الآغة طالب بضرورة التدخل لنقل أرصدت بلاده من أنقرة وبحمايتها من السلطات التي قد تستخدمها لعلاج أزمتها الاقتصادية لعلاقتها الوثيقة بحكومة الوفاق فإذا ضرورة حمايتها من السلطات التركية في حديث للعربية نت قال إن مخاوفه جاءت عقب صدور تقرير نباهه إلى المخاطر التي سيواجهها المصرف في حال الاستمرار بالاحتفاظ بهذه الأرصد في تركيا والاستثمار في السندات التركية وانتقد تجاهل محافظ المصرف المركزي الليبي في ترابلس الصديق الكبير للتقرير رغم وصوله إلى مكتبه متوقعا أن يؤثر ذلك على الاقتصاد الليبي إذا واصلت حكومة الوفاق سياساتها ولفت الآغاء إلى أن انهيار الاقتصاد التركي ناتج عن هبوط عائدات السياحة والتصدير بسبب أزمة كورونا فضلا عن السياسة الخارجية للرئيس إردوغان ما قد يدفع أنقرة لاستخدام الأموال الليبية لوقف انهيار الليرة